السنوات العشر اللي انت بتعادت فيه فكرت في اي دورة ان انت تقدم نفسك او سألت حد ادخل ولا لا وتقالك اه او لا اه لا بالامنة لا يعني انا الفترة دي كنت متجه لعملي جدا وكنت مركز في الشغل بتاعي وكان فيه الحمد لله نجحت في الشغل على المستوى الشخصي طبق في احد البلوك الكبرى بالضبط يعني شعلت في كذا بنك في اكتر من البنك انما ما كانش فيه فرصة وكنت بشوف ان فيه اختيارات وكنت دايما شايف ان الاختيارات موفقة جدا والمجموعة اللي موجودة كانت مجموعة نجحة فما كانش المفترض ان انا اجي ويعني ايه يعني طالما مش هتضيف يبقى خليك في ظهر الناس اللي موجودة الى ان عاود ابراهيم الكفراوي ما احتفظنا بالالقاب وقيمتها الظهور في 2014 2014 جيد طبعا كان في تجربة مختلفة شوية في تشكيل جديد تشكيل جديد تماما وكننا 12 واحد اه 12 واحد يمكن كان اعتقد المهندس محمود طهر وانا بس اللي كنا اعضاء مجلس ادارة قبل كده العشر زملاء الاخرين كنت زميلة المهندس محمود محمود طهر في دولة 2004 كان هو دخل في 96 بالتعيين 96 تعيين والفين كان نجح كنا نجحين مع بعض الانتخابات مجموعة كابتن صالح كل هذا واشتغلت مع المهندس محمود طهر وكانت فترة يعني اشتغلنا فترة يعني سنتين ده مجلس اهلفين ده انت يعني عصرت اربع رؤساء بالزبط يعني الاربع كانوا موجودين على الترابيزة واحدة يمكن انا اكون الوحيد زي ما حضرتك قلت في المؤقتمة العصر الاربع رؤساء بالزبط اخر اربع رؤساء للنادي الاهلي وفي 2014 زي ما بقول لحضرتك ابتديت بقى تستعيد وتشوف الخبرات اللي اكتسبتها في 2004 وتشوف الاعداء على الترابيزة وتشوف الناس اللي كانت اكبر منك اللي انت تعلمت منها كانت بتدير ازاي وعايز اقول لك ان انا في الفترة دي كانت دايما شخصية كابتن حسن الحمدي هي الشخصية المؤثرة اللي انا دايما كنت بتأثر بيها في طريقة الادارة لان زي ما قلت لك في ناس كارزماتي جدا زي كابتن صالح وكابتن محمود ما تقدرش تبقى زيهم دي حاجة من عند ربنا ويعني هو دي وما بتتسألش ليه لان هي دي بتاعت ربنا دي كارزمة صالح سليم لان تي حاجة اسمها الخبرة الادارية او الاسلوب الاداري او المدرسة الادارية اللي انا دايما بحبها وبرتح لها اللي هي مدرسة كابتن حسن وكلنا متأثرين بيها لحد دلوقتي اللي هي بتاخد قرارات النائدي الاهلي بس اشان كده احنا اشتغلت ايه سمات شخصية كابتن حسن الادارية زي ما انت شفتها او قدرتها ومعجب بيها الهدوء الهدوء عدم الانفعال الاستماع كتير جدا جدا الحفاظ على شخصية النادي الاهلي هقول لحضرك موقف وتعرف منه كابتن حسن عامل ازاي مرة كان فيه مطش في استاد المقاولين ام دخلنا وعندنا وكان ساعتها فيه مدير امن القاهرة بتنحسن تفضل كرسيك قاعد تفضل حضرك كرسيك في النص تفضل فقال له لا انا مش هتenario قال له يا كابتن قال له tun كراسي المجلس بتاعي وفضل كابتن حسن واقف برا لحد ما انا قعد وليه انا قعد لان انا كنت اصغر واحد في المجلس فاحنا عندنا عرف دايما كبير في الاصغر الحد اصغر واحد الرصة لها عليها طرقتها في القعدة وليها طرقتها في الكلام وليها طرقتها ده ده الخبرات ودي الشخصية برضو صاد rear Beast طبعا لما كابتن حسن تطمن أن أنا قعدت على كرسية دخل قعد على كرسي رئيس النادي هو ما قعدش وسبق هيت مجلسه هو تطمن أن مجلسه خد احترامه احترام مجلسه يعني احترام نادي القهل يعني احترام الشخصية النادي الاهلي يأحترام الكاين النادي الاهلي هذا حسن حمدي الذي احنا تعلمنا منه ويعني أن هذا منتهى الهدوء والثلاسة والوقار والحتي ولا على صوته ولا أي حاجة فضل وأفكر برة لحد ما يطمن أن المجلس قعد في مجانه وأعتقد لو ما كانش ده حصل كان في منتهى الهدوء ومنتهى الأدب كان حينسحب وحيسحب المجلس وراه عشان الحفاظ على اسم وقيمة وهيبة النادي الأهلي وهيبة مجلس إدارة النادي الأهلي.